شوية أرقام بقى الحقيقة بعد مواجهة مبارح يعني احنا برضو بنبص دايما الأرقام القياسية وعندنا حرص كبيرة على تحقيقها لكن الأرقام دي يعني تدلل لحضراتكم أنا مش محتاج أدلل الأهلوية بس يمكن أدلل لغير الأهلوية اللي يمكن عندهم قناعات يعني تدلل لحضراتكم يعني إيه؟ الأهلي كبير القرن هو الموضوع مش موضوع لقب ومش موضوع جايزة ومش موضوع فكرة نادي القرن بس لكن حقيقة الأرقام اللي عملها النادي الأهلي على مدار تاريخه في أفريقيا أرقام غير قابلة للكس يعني أنا بشوف أنه عشان فيه نادي ممكن يفكر يقرب للنادي الأهلي ده شيء شبه مستحيل ده معناه أنه الأهلي يتراجع ويتقاقر لسنين طويلة جدا وأنه النادي ده يسيطر ويهيمن منفردا على قارة أفريقيا عشان يقدر يوصل أو يقرب من أرقام النادي الأهلي بداية الأهلي تأهل نهاية دوري الأبطال في نسخة اللي بنلعف فيها السندي هو التأهل رقم 14 في تاريخ النادي الأهلي وده رقم قياسي لما تتأهل 14 مرة إن شاء الله اضحق منهم 10 بطلات ده أعتقد كمان إنجاز صعب على أي نادي أفريقي زي ما قلت لكم من شوية الأهلي أول نادي في تاريخ القرى الأفريقية في تاريخ دوري الأبطال يفوز زهابا وإيابا في نسختين متتليين عملناها مع الدوداد السنة اللي فاتت وعملناها كمان السنة دي مع الترجي كمان خليني أقول لكم لأول مرة النادي الأهلي بيحقق الفوز على الترجي زهابا وإيابا يعني إحنا قابلنا الترجي كتير وكسبنا على أرضه كتير لكن حتى في المواجهات اللي كسبنا فيها على أرضه كان فيه مثلا عندنا تعادل هنا إحنا فيه 9 مطشاط لعبناها على أرض الترجي في دوري الأبطال وفي المطشاط اللي إحنا لعبناها كان فيها أربع انتصارات وكان فيها خمس تعادلات ما فيش ولا خسارة قدام الترجي في الكونفيدرالية كان فيه مواجهة وحيدة أعتقد كانت في دوري في دوري المجموعات والمواجهة دي الأهلي تمكن من هو يحسنها بتحقيق الفوز بنتيجة 3-0 كمان رقم مهم جدا الأهلي إن شاء الله بإذن الله رقم ده ورقم ده بيتهيق لي مش مسجل باسمنا لغد الوقتي يمكن النادي اللي بيتفاق علينا فيه هو مازنبي لكن إن شاء الله قادرين إن إحنا نكسر الرقم ده لأن إحنا وصلنا رقم كبير مش قليل الأهلي في آخر 28 مباراة لعبها على أرضه في دوري أبطال أفريقيا لم يخسر أي مباراة منهم 28 مباراة منهم 20 انتصار ومنهم 7 تعادلات أو 8 تعادلات آخر هزيمة للأهلي في مصر كانت في دوري الأبطال كانت 28 يونيو 2016 على وجه التحديد كانت خسارة أمام أسك الإفواري أسك ميموزا وكانت في الجولة الثانية من دور المجموعات والنسخة دي إحنا ما تأهلنش خرجنا من دور المجموعات طيب دي تعتبر كمان المرة الثالثة في تاريخ الأهلي اللي هيواجه فيها منافس من جنوب إفريقيا والحقيقة جنوب إفريقيا كانت يعني طول عمرها وشها حلو علينا إحنا قابلنا طبعا النسخة دي هنقابل فيها كايزر تشيفز كايزر تشيفز ما قابلنا هوش قبل كده وهو أساسا لم يتأهل من قبل لنهاء دوري الأبطال كايزر تشيفز تأهل على حساب الودات طبعا بعد ما كسب 1-0 في إجمالي المطشين لكن في 2001 احنا كان لنا مواجهة مع سانداونز كانت الحقيقة يمكن المواجهة دي انتهت 1-1 اعتقد في مباراة الزهاب وكسبنا هنا 2-0 وحسبنا اللقب لا كسبنا هي 3-0 كسبنا هنا 3-0 وحسبنا اللقب لصالحنا ده المطش بتاع خلت بيبو طبعا الشهير وهناك يمكن واحد من أهداف برضو سيد عبد الحفيزة التي لا تنسى وليه أهداف برا الأرض الحقيقة كتير جدا يعني ما حدش يقدر ينساها كان جول سيد عبد الحفيزة تعدلنا بـ 1-1 وحسب الأهل اللقب ده قدام سانداونز ده أول فريق جنوب إفريقي كنا نواجهه في نهاي دوري الأبطال نسخة 20-13 كان فريق تاني برضو من جنوب إفريقيا وهو أورلاندو بايرتز وتعدلنا برضو نتيجة كتوشها حالو هلينة واحد واحد في مطشكت طبعا أيميها البطولة بتتلعب مطشين نذهبوا عودة على عكس من نسخ الأخيرة اللي بقت مباراة واحدة فصيلة بتحدد من بداية الموسم الملعب اللي هستضيفها لكن مع أورلاندو بايرتز قدرنا نتعادل في جنوب إفريقيا بنتيجة واحد واحد ورجعنا هنا في القاهرة كسبنا 2-0 عشان يتم تتوجنا باللقب كاجل شيفز هو إن شاء الله يكون ثالث ضحية للنادي الأهلي من جنوب إفريقيا وإن شاء الله نقدر نتوج على حسابه بباب البطولة العشرة أو النجمة العشرة زي ما كل الأهلوية بيتمنوا إن شاء الله بالمناسبة خلييني أقول لحضراتكم إنه تأهل فريق كايزو تشيفز لنهائي دولي الأبطال يسهل شوية من فكرة التبكير بمعاد المباراة يعني حضراتكم عارفين إنه النهائي كان محدد ليه من الأول خالص إنه يتلعب يوم 17 يوليو طبعا في حالة وصول الوداد وإنه هيلعب المباراة على ملعبه كان ممكن يبقى من الصعب إنك إنت تقنع الطرف التاني إنه معاد المباراة يتغير أو إنه يتبدر شوية عن يوم 17 لكن وجود أو وصول كايزو تشيفز لنهائي دولي الأبطال يسهل من الموضوع ده ليه؟ لإنه مصر وجنوب إفريقيا اللي اتنين رايحين الأوليمبيكس اللي اتنين رايحين توكيو وبالتالي هم الاتنين يهموهم فكرة إنه المعاد يبقى بدري شوية حتى ولو كان 24 ساعة وأعتقد إنه اتحاد الكرة المصري خاطب بالفعل اتحاد الأفريقي عشان يبقى فيه تبكير معاد المباراة يتلعب يوم 16 يوم الجمعة بدل يوم السبت 17 عشان لعيبة بتاعة النادي الأهلي وده اللي نتمنى طبعا يعني أكيد يهمنا مشاركتهم في وهم جزء لتجزة وقوة ضربة بالنسبة للنادي الأهلي وشوفنا تقلق أكتر من لعب الحقيقة فيهم في المتشاط الأخيرة ونتمنى كمان بالتأكيد وده دور النادي الأهلي طول عمره إنه لعيبتنا الأوليمبيين ولو طبعا فيه رغبة من كابتن شوئي غريب إنه هو يضم لعبين تانيين إنه هم يلعبوا في الأوليمبيكس اللي يسهل من الموضوع ويخليه قابل للتطبيق إنه الطرفين ماعتقدش هيكون عندهم بالعكس هم مرحبين بالفكرة وبالتالي وادت جدا إنه يتم تبكير بمعاد المباراة آخر حاجة أكلم حضراتكم فيها في الأخبار إنه صفحة رسمية للاتحاد الأفريقي للكرة القدم الكاف طبعا على تويتر وبعد مباراة مبارح اختارت محمد مجدي أفشا صنع ألعاب النادي الأهلي كأفضل لاعب في المباراة اتنين أسس والأرواح الحقيقة بيرجع بيهم أفشا للصورة مرة تانية وأعتقد إنه برضو زي ما احترنا في مطش الزهاب في تونس مين أفضل ثلاث لعبين هنحتار شوية في مطش مبارح لأن الحقيقة كل اللعيبة أجادت طبعا على صفحة الكاف تفوق بشكل كبير محمد مجدي أفشا على اتنين من زميله هم أكرم توفيق ومحمد شريف اللي برضو كانوا من نجوم المباراة طيب عشان وقتنا وعشان عندنا حاجات كتير جدا خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة بعد فاصل سريع